تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي سبورت اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوان طبعا حلقة اليوم مثل معظم الحلقات اللي عن يوفنتوس بطلق أحكيها بدون سكريبت يعني بصفتي إني مشجعة وبنفس الوقت مثل كل حلقاتنا اللي عن يوفنتوس بتكون بالتعاون مع صفحة اليوفنتوس يوفنتوس إلى دور أبطال أوروبا شيء كان صعب للغاية لمستوى إني أنا صراحة انبسطت أن الصديق طلحا عزمني على بث في إنستغرام عشان ما أكون قاعد هاي الساعة أو ساعة ونص متوتر فقلت بل تهي هناك برجع أشوف شو صار لأنه كان صعب جدا تتحمل تشوف إنه اليوفي مضطر يستنى نتيجة 180 دقيقة أخرى بالإضافة لنتيجة 90 دقيقة هو بيلعبها عشان يعرف إنه تأهل ولا لا وضع كان صعب للغاية وضع غير مقبول للغاية ربما كأس كأس سوبر مركز رابع خلى شكل الموسم أفضل بس السؤال هو الآن المطروح حل بيرله يستحق فرصة ثانية ولا لا اللي شاف هذا الموسم الأول لآخره كان رح يحكيه بكل بساطة بيرله قليل الخبرة بيرله اللي تقريبا لآخر يوم هو مش عارف مراكز بعض اللاعبين ربما ثبت أشياء لما توتر في الأخير لكن كان واضح إنه لسه في أمور هو مش قادر يسيطر عليها بيرله اللي الآخر يوم كان الفريق بيفقد معاه بعض اللحظات الوعي والتركيز تماما بشكل غير مسبوك لليوفي من أيام تشيرو فرارا مستحيل أذكر اليوفي كان يفقد الشخصية والوحي تماما بهذا الشكل بهذا التكرار ممكن تصير مرة في الموسم بس تصير عشر مرات في الموسم كثير 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 بس رغم ذلك مرت فترات على بيرله كان اليوفي بعز القوة كان اليوفي مميز سبع ثمان مباريات تسع مباريات وربعها بنتائج ممتازة كان اليوفي موظف متوازن كل شيء تمام بس هذا الاتبات وعدم الثبات أعتقد هنا تشتر خبعة فهل بيرله بيستاهل فرصة ثانية ولا لا هنا السؤال دائما أنا بربطه بالإدارة وبربطه باللي بده يصير بالصيف وبربطه مين البديل يعني لو كان البديل شخص ينجربه ونشك فيه ويلا الله أعلم ينجح ولا ما ينجح لا خلو بيرله صار عارف على الأقل سبعين بالمية من مشاكله بمشي أموره السنة جاي بعدلها وبتمشي أموره خصوصا إذا انت ناوي تدعمه بالسوق أما لو البديل كان من لفل زيدان والأليقري فبيرله مدرب أنا ما زلت مؤمن ممكن بعد سنتين ثلاثة نسمع له عن قصة نجاح لأنه أعطى إشارات في هذا الموسم إيجابية بس مش إيجابية لحد الثقة المطلقة فلو البديل مقطلق التأكيد أنه رائع زيدان أليقري زي ما حكيت طبعا ممكن جوارديولا مفوز بالأبطال ومأنه كانت إشعة سابقة فأهلا وسهلا شكرا بيرله وأعتقد بعد اللي عمله مع اليوفي بنهاية الموسم حيلقى فرصة بسهولة ويدرب بمكان تاني وممكن بعدها بعد ثلاثة أربع سنين يصير اسم معروف لكن إذا كان البديل عادي وإذا كانت النية بالسوق محدودة جدا عشان نلعب بنفس اللاعبين ونفس القدرات فأعتقد هنا لا يظل بيرله وياخد فرصته زي ما حكيت على الأقل صار متعرف على كثير اللاعبين نجح بتوظيف كيازه بشكل جيد بيلخته بشكل جيد يكونوز فسكي بكثير مواقف كان مقبول مكيني يعني قدر ها يعني يبلش يمسك قيوط الفريق ما في داع نجيب واحد ثاني يبشي من أول مجديد الأهم من ذلك والأهم من بيرله صراحة والأهم من المدرب المشروع الإداري الرياضي بالفريق هل هذا الفريق فعلا لازم يحافظ على لاعبين كان واضح من قبل أنهم ما عم بفدوا هل هذا الفريق مضطر يكمل بهذه الاستراتيجية زي مثلا أرون رمزي يعني لاعب هذا مثلا لازم يطلع فيه لاعب يكمل لاعب باليوبي مبين أنهم مش مفيدين يعني ما بنتكلم عن لاعب زي بنتانكور في حالة من الجدر حوله لأ بنتكلم عن لاعبين مطلق النقاش فيهم أنه اللاعبين إبعاد زي أرون رمزي وبالتالي وفر راتبه طلعه هل اليوبي لازم يكمل بدون العنصر الإيطالي اللي حكينا عنه في الماضي طبعا لا لازم اليوبي يزيد شوي الدم الإيطالي فيه لأنه اليوبي إيطالي وبيظله إيطالي عكس كثير عندي ربما بإيطاليا ميلان انتر ما كان عندهم هذا الطابع اليوبي هو اللي كان دائما عنده هذا الطابع هذا من الأشياء اللازم يترحى اليوبي مسألة الأظهر اليمين واليسار بدها عمق وبدها لعب أساسي ربما على اليسار فمحتاجين لعب وسط إضافي بدون هاي الأشياء ما في مدرب حيقدر يجي حقق لك الأحلام والأهم من ذلك لازم اليوبي كبير يهدى في مسألة هوسه بدوري أبطال أوروبا زي ما حكيت هذه أمور أهم من المدرب هذه الأمور هي اللازم تندار أكثر إداريا لما أتكلم عن هوس دور الأبطال بتكلم تلعب اللي عليك وتعمل اللي عليك فست فيه فست فيه ما فستش فيه بالسنة الجاي بتجرب بدل ما يصير حالة الكآبة دائما اللي عم بتصير بالفريق آخر فترة والفريق الوحيد في أوروبا حاليا اللي بدخل بحالة اكتئاب لما يجيب دور الأبطال هو اليوبي وهذا غير منطقي لأن اليوبي ليس من أحسن ست أندي دخلا في أوروبا فهذا مش طبيعي إذا بنتكلم بالفلوس هم اللي لازم يصيبهم الاكتئاب هذا بالمجمل بيرلو أعطى فترات بالموسم بتقولك توثق فيه خرج بنتيجة عامة في الموسم بتقولك توثق فيه بينه وبينه ارتباط عاطفي عشان العودة بعد الكالتشو بولي أيضا بتقولك توثق فيه لكن أعطى مشكلة بالإدارة الذهنية واضحة جدا محتاج يشتغل نفسه يعرف شو اللي صار معاه أعطى مشكلة بعدم الثقة بالأفكار والتردد فيها وتغييرها الكثير أيضا هذا الشيء لازم يتعلم منها ربما يكون حال بيرلو للعلم مش هو نفسه ربما يكون فريقه الفني يطور فيه عنصر عنصرين يساعدوه في هذه النواحي بشكل عام إذا بدير بيرلو مدرب عارفينه ناجح نجح في أماكن أخرى ربما فيه شيء من معرفة إدارة يوفنتس تقافة يوفنتس أنا هي تقافي خاصة عشان هيك استخدمت اسم زيدان واسم أليقري ربما هنا بصير لابد أنه بيرلو يمشي أما إذا البديل بنا نقعد نجرب قاتوزو إنزاقي وغيره خلونا عبيرلو نجرب موسم ثاني مين بيعرف؟ ممكن الغلطة اللي غلطناها مع أنشلوتي في الماضي وراح جارب دور الأبطال لميلان مرتين تكون معوضة ببيرلو اللي جاء من ميلان وكان مخطأ مهم في تاريخ يوفنتس على الأقل خارج الموسم بأقل الخسائر نوصلنا إلى نهاية الحلقة لا أذكركم أنا محمد العواد موجود في اسم كتويتر وإنستغرام وبطلب منكم تشتركوا بالقناة وتتركوا لايك على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى